استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل المحامية عايشة امطويع بمناسبة تعيينها محكما بمحكمة التحكيم الرياضية كاس وفي مستهل اللقاء رحبا سمو الشيخ خالد بن حمد بالمحامية عايشة امطويع معربا عن اعتزازه الكبير بما تزخر به مملكة البحرين من كوادر وكفاءة وطنية في مختلف المجالات والتي استطاعت ان تشق طريقها بنجاح في تبوء المناصب القارية والدولية وذلك بفضل رعاية ودعم جلالة الملك المفدى للشباب البحريني منوها سموه باهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاستثمار الوطني بالكوادر البشرية من خلال برنامج الحكومة الموقرة الذي يسهم في صقل وتنمية هذه الكوادر ويدفعها لتكون قادرة على العطاء وحمل المسئولية مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم الكفاءات البحرينية نحو صياغة المزيد من الانجازات الوطنية للمملكة وقال سموه سعداء بتعيين المحامية عيش طويع محكم في محكمة التحكيم الرياضية كاس إذ أن تعيين محامية بحرينية في هذه الهيئة الدولية يدعو للفخر والاعتزاز بالكوادر الوطنية وما يحققونه من نجاحات متسلحين بالعزيمة والإصرار والتحدي والتي استطاعوا من خلالها كسب ثقة احترام وتقدير الجميع وتبوء المناصب القارية والدولية من جانبها عربات المحامية عيشة مطويعا خالصي شكرها وعظيم امتدانها إلى سمو الشيخ خالد بن حمد متطلعة أن تكون خير سفيرة للبحرين في هذه الهيئة الدولية استقبال سمو الشيخ خالد يعني شيء ما أقدر أوصف لك أنه يعني شكثر أقدر أشكر يعني على المتابعة على الحرص على هاي الاستضافة الكريمة هاي يبين اهتمام سمو الشيخ خالد في مو بس موضع الرياضة رياضة التحكيم أو التحكيم الدولي ومكانة المرأة أيضا في هاي المجالات شرف لي كبير أنه نكون أول بحرينية يتم تعينها في محكمات الكوس الدولية وثاني خليجية يتم تعينها كذلك فوالله شرف شرف كبير لي التحكيم الدولي كان يعني من أكثر من عشر سنوات من الأمور اللي أنا كنت حباتها قررت أن أتخصص فيها فالتحكيم الدولي يعني مشينا فيه شوي من السنوات اللي إحنا بدينا في القانون بس دائما كنت حابة أنه أنا أدخل في مجال التحكيم الرياضي لأنه هو مجال جدا حلو وأيضا يعني وجود المرأة في المجال الرياضي أظن مهم جدا فيعني سعيت والله في هاي الموضوع والحمد لله يعني الله وفقني بس يعني يكون هو أظن تحدي جديد ويعني خبرة جديدة فوالله يعني متشوق أنه أنا أدخل متشوق أنه أنا أشارك وإن شاء الله أكون قد المسؤولية